قام سفير مصر لدى إثيوفيا والاتحاد الأفريقي محمد جاد بإداعي أصل وثيقة تصديق رئيس الجمهورية على المعاهدة المنشأة لوكالة الدواء الأفريقية جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص وأعرب السفير المصري خلال الاحتفالية عن ساعدته بانضمام مصر لهذه المعاهدة منوها بالإيجابيات الكبيرة المنتظرة للوكالة على صعيد توفير أدوية ولقاحات آمنة وفعالة لشعوب الأفريقية مؤكدا في هذا السياق على الأهمية الكبيرة التي تليها مصر لعمل الوكالة هذا وأعربت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي عن ساعدتها بانضمام مصر للمعاهدة